أعلن البنك الدولي والشبكة المنافسة الدولية عن منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري جائزة شرفية عن قراراته التي اتخذها حول دعم سياسات المنافسة وفي ظل أزمة فيروس كرونا والحد من عمليات استغلال المستهلكين في القطاع الطبي وخلال الاحتفالية تم الإعلان عن فوز جهاز حماية المنافسة المصري بالجائزة الشرفية في المصابقة وموضوعها دعم سياسات المنافسة في الأزمات الحد من استغلال المستهلك في القطاع الطبي وهي المصابقة التي تقدم لها العديد من الدول في العالم